بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدى 165 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح فحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبركاته فيكم في باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم في آخر الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعليه علفوا بهائمه وسقيها وما يصلحها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فالمماليك يراد بهم الأرقى من بني آدم وهذا تقدم الكلام عليه ويراد به الدواب التي يملكها الإنسان وهذا هو المقصود هنا فإذا ملك دابة فإنه يجب عليه نفقتها بعلفها وسقيها وما يصلحها لأنها ملكه ولأن لها حرمة فإنه يجب عليه أن ينفق عليها لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدل هذا على وجوب الإنفاق على الدابة المحبوسة عند الشخص وأنه إذا تركها بدون إنفاق وماتت أن عليه العقوبة الشديدة وهذا مما يدل على شمول الإسلام وكماله ورحمته وأنه وأنه رحمة حتى على البهايم نعم حسن الله إليكم قال وَأَلَّا يُحَمِّلَهَا مَا تَعْجَزُ عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحَمِّلَهَا مَا تَعْجَزُ عَنْهُ مِنَا الْأَحْمَالِ فلا يحملها إلا ما تطيقه لأن ذلك يضر بها نعم وَلَا يَحْلِبَ مِن لَبَنِهَا مَا يَضُرُ وَلَدَهَا وكذلك يحرم عليه أن يضر بولدها إذا كان لها ولد فلا يحلو لبنها ويترك ولدها بدون رضاع أو لا يترك له إلا قليلا من اللبن فيتضرر الولد لأن ولدها ملك له فيجب عليه أن أن يحسن إليه نعم فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها إذا ترك الإنفاق عليها عجزا عنه فإنه يجبر على أحد أمور إما أن يبيعها لمن يقوم بعلفها وسقيها وإما بأن يؤجرها على من يستعملها وينفق عليها وإما بأن يذبحها إن كان يؤكل لحمها فتؤكل نعم قال أو ذبحها إن أكلت إن أكلت أما إذا كانت لا تؤكل فإنه لا يجوز له ذبحها لأن في هذا إحدارا للمال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ويأخذ مما مر أنها إذا مرضت فإنه يجب عليه علاجها لأن ذلك من من نفقتها ولا يتركها يفتك بها المرض وهو يقدر على علاجها نعم سعلا الله إليكم قال رحمه الله باب الحضانة 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 ماخولة من الحضن وهو الجنب لأن الحضن يضم الطفل إلى حضنه والمراد بها شرعا المراد بها شرعا حفظ صغير ومجنون ونحوه عما يضره وتربيته بما يصلحه والحضانة حق واجب على الحاضن للمحضون لأن المحضون يتضرر بتركه بترك ذلك وهي حق أيضا للحاضن لأنها ولاية فهي حق للحاضن وحق للمحضون وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة وشمولها فإنها ترعى الصغار وترعى المجانين وترعى المعتوهين والمعوقين ولا تهملهم وهذا مما يدل على أن هذه الشريعة سبقت النظام العالمي الذي يزعمون من الرفق بالمعوقين وإن شاء الملاجي لهم ودور الحضانة وغير ذلك مما يتبجحون به فالإسلام قد سبقهم إلى ذلك فأوجب الحضانة لهؤلاء الذين لا يقومون بمصالحهم بأن أوجب على أقاربهم أو على ولي الأمر القيام بما يحفظهم وبما يصونهم ويكفل حياتهم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون تجب الحضانة على الحاضن لأجل حفظ صغير وهو من دون البلوق ومعتوه وهو الذي ليس له عقل أصلا ومجنون وهو الذي زال عقله بسبب مس الجن فتجب لهؤلاء لأنهم لا يعرفون مصالحهم فيجب على وليهم ومن له عليهم الولاية أن يقوم بما يصلحهم ويربيهم على الخير نعم ولحق بها أم ثم أمهاتها القربة فالقربة نعم الذين لهم حق الحضانة يكونون مرتبين على ما ذكره المؤلف هنا والحضانة يقدم فيها النساء على الرجال لأن النساء أرفق بالمحضونين وأيضا النساء أفرغ للقيام بحق الحضانة لأن الرجال يسافرون ويخرجون لطلب الرزق لخلاف المرأة فإنها تكون في البيت وتتمكن من القيام بحفظ القاصر نعم قال وَلَأَحَقُّ بِهَا أُمُّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا القُرْبَى فيقدم فيها النساء وأول من يقوم بالحضانة الأم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم الطفل أنت أحق به ما لم تنكحي لأنها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن لها طفلا صغيرا وأن أباه يريد أن يأخذه منها فقال لها صلى الله عليه وسلم أنت أحق به يعني أحق من الأب بالمولود ما لم تنكحي أي تتزوجي فدل هذا على أن الأمة مقدمة على الأب وإذا كانت مقدمة على الأب فهي مقدمة على غيره من باب أولى نعم قال ثم أب نعم قال وَلَحَقُّ بِهَا أُمٌ ثم أُمَّهَاتُهَا ثم بعد الأم أمهات الأم من القربة من الجدة التي هي أم الأم أو الجدة التي أعلى منها فإذا كان له عدة من الجدات فإنها تقدم القربة فالقربة منهن إلى المحضون نعم ثم أب ثم أمهاته ثم بعد الأم وأمهاتها يأتي دور الأب فتكون الحضانة تكون الحضانة للأب إذا لم يكن له أم ولا جدة فإنها تنتقل للأب لأنه أحد الأبوين نعم قال ثم أب ثم أمهاته ثم بعد الأب ثم بعد الأب تكون الحضانة لأمهاته أم الأب ثم أم الجد ثم أم أب الجد وهكذا القربة فالقربة مثل ما سبق في الجدات من قبل الأم نعم ثم جد ثم أمهاته ثم بعد أمهات الأب الجدات تنتقل الحضانة إلى الجد تنتقل الحضانة إلى الجد وهو أب الأب ثم أب أب الأب وهكذا وإن على لأن له ولادة ولأنه أب فيأخذ حكمة أو يأخذ مكان الأب القريب ثم أمهاته كذلك ثم أمهات الجد بعد الجد يأتي حق أمهات الجد من النساء كذلك يعني على ما سبق القرباء فالقرباء ثم أخت لأبوين ثم إذا لم يوجد الأب لم توجد الأم ولا أمهاتها ولم يوجد الأب ولا الجدات ولا يوجد الجد ولا أمهات الجد فإنه ينتقل إلى الأخوات الأخوات الشقائق ثم الأخوات لأم ثم الأخوات لأب قال ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب نعم يغلب جانب الأم في الأخوات فإذا كانت شقيقة فهي أحق لأن فيها الأم وإن كانت لأحد الأبوين إن كانت لأحد الأبوين فقط فإنها يقدم الأخت لأم لعلاقتها بالأم ثم الأخت لأب نعم لأنها تدلي بالأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم ينتقل إلى حواشي الأم فتقدم الخالة للأبوين ثم الخالة للأم ثم الخالة للأب نعم ثم عمات كذلك ثم عمات كذلك لأنهن يدلين بالأب وهن أخوات الأب العم الشقيقة والعم لأم والعمة لأب نعم ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم بعد الخالات المباشرات والعمات المباشرات قدم الخالات البعيدات والعمات البعيدات خالات أمه ثم خالات أبيه على ما سبق الشقيقة ثم لأم ثم لأب ثم عمات أبيه ثم إذا لم يوجد عمات للمحضون فإنه ينتقل إلى عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بعد ذلك بنات إخوته بنت الشقيق ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أخواته بنت الشقيقة لأنها محل أمها ثم بنت الأخت لأم ثم بنت الأخت لأب ثم بنات أعمامه وعماته ثم بعد ذلك بنات عماته بنت العمى الشقيقة ثم بنت العمى لأم ثم بنت العمى لأب ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمامه بنات العم الشقيق ثم بنت العم الشقيق ثم بنت العم لأم ثم بنت العم لأب ثم بنت العم الشقيقة ثم بنت العم لأم ثم بنت العم لأب ثم بنات أعمام أبيه ثم إذا لم يوجد بنات الأعمام لم توجد بنات العمات ولا بنات الأعمام القريبات ينتقل إلى البعيدات بنات عمات أبيه وبنات أعمام أبيه نعم قال ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه نعم ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ثم إذا انتهى هؤلاء ولم يوجد منهم أحد فإن الحضانة تنتقل لباقي العصبة فتكون للأخ الشقيق ثم الأخ لأم ثم الأخ لأب الأقرب فالأقرب ثم العم الشقيق ثم العم لأم ثم العم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن العم لأم ثم ابن الأخ لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأم ثم ابن العم لأب نعم فإن كانت أنثى فمن محارمها فإن كانت المحضونة أنثى فإن العصبة الذي يحضنها لا بد أن يكون من محارمها لأن المرأة عورة فتكون مثلا عند أخيها أو عند ابن أخيها يكون الحاضن محرما لها نعم ثم لذوي أرحامه ثم إذا انقرض العصبة فإنها تنتقل لذوي الأرحام وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة مثل الخال ونعم ثم للحاكم يعني تكون لذوي الأرحام الأخ لأم ثم الخال ثم بقية ذوي الأرحام فإذا انقرض ذوي الأرحام فإن قرض الأقارب سواء كانوا من العصبة أو من ذوي الأرحام فإنه ينتقل إلى الحاكم إلى السلطان لأن السلطان ولي من لا ولي له والسلطان يدفعه إلى امرأة تحضنه وينفق عليها من بيت المال نعم وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده تسقط الحضانة بأمور الأمر الأول إذا امتنع من القيام بها إذا امتنع الأقرب من الحاضنين امتنع الأقرب من الحاضنين من القيام بالحضانة فإنها تنتقل إلى من بعده الحالة الثانية إذا كان الحاضن غير أهل يعني كان كافرا والمحضون مسلما أو كان الحاضن رقيقا والمحضون حر أو كان الحاضن فاسقا فإن هؤلاء ليس لهم حضانة نعم ولا حضانة قال إن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده انتقلت إلى من بعده ممن هو أهل لأن الملاحظ فيها حظ المحضون ولا حظ للمحضون في أن يكون عند فاسق أو عند كافر أو عند رقيق نعم ولا حضانة لمن فيه رق هذا لما بين أنه إذا كان غير أهل تنتقل إلى من بعده ومتى يكون غير أهل إذا كان رقيقا أو كان فاسقا أو كان كافرا نعم قال ولا حضانة لمن فيه رق لمن فيه رق إذا الرقيق لا يحضن وإن كان قريبا للمحضون لأن الرقيق مستحق خدمته وعمله لسيده فلا يتفرق للمحضون ويقوم بمصالحه نعم ولا لفاسق ولا لفاسق لأن الفاسق يفسد المحضون نعم والفاسق والفاسق المراد به ساقط العدالة أن يكون يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو الفاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا يسمى فاسقا كأن يكون ممن يشربون الخمر أو ممن يستعملون الفواحش كالزنة وغير ذلك فهذا لا يصلح للحضانة لأنه يفسد المحضون وكذلك الكافر لا يحضن الكافر المسلم لقوله تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولأنه إذا لم تصلح حضانة المسلم الفاسق فلا ألا تصلح حضانة الكافر من باب أولى لأنه لا حظ للمحضون فيها نعم قال ولا لكافر نعم ولا لمزوجة بأجنبي من محضون نعم إذا تزوجت المرأة سقط حقها في الحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي لأنها إذا تزوجت صارت خدمتها للزوج ولا تتفرغ للمحضون نعم قال ولا لمزوجة بأجنبي من محضون ما لو تزوجت في قريب من محضون فلا يسقط حقها نعم قال من حين عقد نعم يسقط حقها من حين العقد نعم فإن زال المانع رجع إلى حقه إذا زال المانع من الحضانة رجع إلى رجع الحاضن إلى حقه فإذا تاب الفاسق صار أهلا للحضانة إذا أسلم الكافر صار أهلا للحضانة إذا عتق العبد صار أهلا للحضانة إذا طلقت المزوجة صارت أهلا للحضانة نعم وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه إذا أراد أحد الأبوين السفر فلمن تكون الحضانة هذا فيه تفصيل أولا إذا كان السفر طويلا وهو لأجل السكناء فإن الحضانة تكون للأب سواء كان مقيما أو مسافرا لأنه يقوم على الولد ويصونه بخلاف الأم فإنها ضعيفة إذا بعدت عن الأب فإنها لا تقوم بحضانة الطفل من كل جانب ولا تصونه أما إذا كان السفر بعيدا لكنه لحاجة ثم يرجع أو كان السفر قريبا وهو للسكناء فإن الحضانة فإن الحضاء فإن الحضاء إذا كان السفر بعيدا لحاجة إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يرجع هذه الحالة الثانية إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يرجع فالحضانة للمقيم منهما لأن في السفر بالمحظون مشقة عليه وتعريضا للخطر فيكون عند المقيم منهما من الأب أو الأم الحالة الثالثة إذا كان السفر إذا كان السفر قريبا سواء كان للسكنة أو لحاجة فإن الحضانة تكون للأم لأن الأب يتمكن من الإشراف عليه مع القرب يتمكن من الإشراف عليه مع القرب نعم قال وإن راد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو طريقه آمنا فحضانته لأبيه نعم لأنه إذا بعد يبعد عن الإشراف على المحضون فتكون الحضانة له لا لأم في هذه الحالة نعم وإن بعد السفر لحاجة هذه الحالة هذه الثانية إذا بعد لحاجة ثم يرجع فالحضانة للمقيم منهما نعم أو قرب لها أو قرب لها أو للسكنة الحضانة لأمه ويشرف عليه أبوه نعم حسن الله إليكم وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه نعم قال رحمه الله فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما إذا بلغ المحبون الصغير فإن كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه فيكون عند من اختار منهما إذا بلغ إذا بلغ التمييز إذا بلغ التمييز وهو سبع سنين نعم فإنه يخير بين أبويه فيكون عند من اختار منهما لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يخيرون الطفل بين أبويه فإن كان عند أبيه لم يمنعه يكون عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه وإن اختار أمه فإنه يكون عندها بالليل ويذهب إلى أبيه في النهار ليربيه ويعلمه هذا إذا كان ذكرا أما إذا كان أنثى فإنها لا تخير لها إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها لأنه لو تركها عند أمها يخشى عليها من الفساد لأن أمها لا تقدر على صيانتها نعم سلام الله إليكم قال وإذا بلغ الغلام يعني الذكر سبع سنين عاقلا عاقلا فأما إن كان بلغ سبع سنين وهو غير عاقل فإنه يستمر على ما سبق نعم خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما نعم ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه لا يقر المحظون بيد من لا يصونه عن الفساد ولا يصلحه بالتربية سواء كان الأب أو الأم بل ينزع منه إلى من يصونه ويصلحه نعم وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع أما إذا كان المحظون أنثى فإنها بعد السبع تكون عند أبيها لأجل أن يصونها ويحفظها نعم ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء أما بعد الرشد فإن الذكر يكون حيث شاء لأنه لا ترتفع الولاية عليه فإذا بلغ الرشد فإنها ترتفع الولاية عليه فيكون حيث شاء إن أراد أن يقيم عند أبيه أو عند أمه أو ينفرد وأما الأنثى فإنها تستمر عند أبيها ولو بلغت رشيدة فإنها تستمر عند أبيها حتى يتسلمها زوجها نعم هذه هي العبارة قالوا الأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها إذن علمنا أن المحظون له ثلاث حالات الحالة الأولى إذا بلغ السبع عاقلا فإن كان ذكرا فإنه يخير وإن كان أنثى فإنها تكون عند أبيها الحالة الثانية إذا بلغ الرشد إذا بلغ المحظون الرشد فإن كان ذكرا فإنه يكون حيث شاء وإن كان أنثى فإنها تستمر عند أبيها نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا إخوتنا المستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم مستقبلا إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته